سني جرديم زمان فيلم اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير كما رأيتم في الاعلان الثاني للحلقة السابعة والسبعون والاحداث التي ستحصل في الحلقة باختصار ان فريد سيؤثر قليلا على مشاعر سيران بالتكلم معها عن علاقتها مع سينان وكم ان سينان لا يعرفها ولا يفهمها بعدها سيران ستذهب لتعيش مع سينان في منزله وهو يحاول التقرب منها وهي تمنعه ويغضب سينان ويتشاجران ويقول لها هذا بسبب فريد بعدها والدة سينان وشقيقته يعلمان ان زواج سينان وسيران على الورق فقط وتذهب شقيقة سينان وتخبر فريد بهذا الشيء بعدها عدة مشاهد لسونة وكاظم ويوجد شيء سيكتشفونه مهم جدا اما ديار ستطلب الانفصال من فريد لكن بعدها فريد يعلم ان جدها يضغط عليها لذلك سيقرر الزواج منها بعدها سيران تعرف ان فريد سيتزوج ديار وهنا تحاول الالتفات لحياتها ومصالحة سينان وارضاءه فتعمل له مفاجئة او تتفق معه ليذهب لها في الفندق وهي تتجهز بملابس جميلة وتنتظره بنفس الوقت سيأخذ فريد خاتم الزواج ويذهب للفندق الذي تتواجد فيه ديار ليعرض عليها الزواج لان الممثلة بلان اكيل التي تقوم دور ديار كان لديها تصوير في هذا الفندق ايضا وبخطة معينة من والدة سينان ستجعل فريد يذهب لغرفة سيران بدلا من غرفة ديار وممكن جدا ان يدخل عليهما سينان وديار وتحصل مشكلة كبيرة جدا بين سينان وسيران ما توقعاتكم لهذه الحلقة؟ شاركوني توقعاتكم في التعليقات الى اللقاء بالفيديو القادم